اشتركوا في القناة يمكنكم أن تقسموا واحد على خمسة وتحصلوا على الإجابة لكن هناك طريقة أسهل للتحويل حاولوا أن تمثلوا الكسر على شكل أجزاء من عشرة فإذا علمتم عدد الأجزاء من عشرة يمكنكم تحويل الكسر إلى كسر عشري حتى تنتقلوا من خمسة إلى عشرة تضربون المقام في اثنان اضربوا البسط أيضا في اثنان واحد ضرب اثنان يساوي اثنان إذن واحد على خمسة يساوي اثنان على عشرة وتعرفون كيف تكتبون اثنان على عشرة في صورة كسر عشري ويساوي صفر فاصلة اثنان هذه منزلة الأعشار حاولوا الكسر واحد على أربعة بنفس الطريقة إذا مثلتم الكسر على شكل أعشار تلاحظون أن عشرة ليست من مضاعفات الأربعة لذلك حاولوا أن تمثلوا الكسر على شكل أجزاء من مئة لأن المئة من مضاعفات الأربعة حتى تنتقلوا من أربعة إلى مئة تضربون في خمسة وعشرين اضربوا البسط أيضا في خمسة وعشرين واحد ضرب خمسة وعشرين يساوي خمسة وعشرين واحد على أربعة يساوي خمسة وعشرين على مئة وخمسة وعشرين على مئة يساوي خمسة وعشرين جزءا من مئة جزءا من عشرة وخمسة أجزاء من مئة أخيرا لديكم واحد على اثنان أو نصب عشرة هي من مضاعفات الرقم اثنان أي يمكنكم كتابة نصف على شكل أجزاء من عشرة حتى تنتقلوا من اثنان إلى عشرة تضربون في خمسة اضربوا البسط أيضا في خمسة واحد على اثنان يساوي خمسة على عشرة أو خمسة أجزاء من عشرة الهدف من تحويل الكسور بهذه الطريقة هو أن تصبحوا قادرين على معرفة قيمة الكسور العشرية عندما ترونها في حياتكم اليومية فالعدد صفر فاصل اثنان يساوي خمسا وصفر فاصل خمسة وعشرين يساوي ربعا وصفر فاصل خمسة هو نصف يمكنكم استخدام نفس طريقة التحويل مع مضاعفات هذه الكسور أيضا مثلا حولوا الكسر ثلاثة على خمسة إلى كسر عشري ثلاثة على خمسة يساوي ثلاثة ضرب واحد على خمسة وواحد على خمسة يساوي جزئين من عشرة ويساوي ثلاثة ضرب جزئين من عشرة ثلاثة ضرب اثنان يساوي ستة ثلاثة ضرب جزئين من عشرة يساوي صفر فاصل ستة أو ستة أجزاء من عشرة الآن حولوا الصفر فاصل ستة إلى كسر حتى تتحققوا من صحة الإجابة ستة أجزاء من عشرة يساوي ثلاثة ضرب جزئين من عشرة الجزئين من عشرة يساويان واحد على خمسة ويساوي ثلاثة ضرب واحد على خمسة حولوا الكسر العشري صفر فاصل خمسة وسبعين إلى كسر أوقفوا الفيديو وحاولوا إيجاد الجواب بأنفسكم خمسة وسبعين يساوي ثلاثة ضرب خمسة وعشرين أي خمسة وسبعين جزئا من مئة يساوي ثلاثة ضرب خمسة وعشرين جزئا من مئة وخمسة وعشرين جزئا من مئة هي نفسها واحد على أربعة ويساوي ثلاثة على أربعة ومع الممارسة ستصبحون قادرين على تمييز الخمسة وسبعين جزئا من مئة على أنها ثلاثة على أربعة أو ثلاثة أرباع مباشرة ودون إجراء هذه العمليات أخيرا حولوا إثنان فاصلة خمسة إلى كسر هناك أكثر من طريقة للتحويل إثنان فاصلة خمسة يساوي خمسة ضرب صفر فاصلة خمسة ويساوي خمسة ضرب نسف ويساوي خمسة على إثنان وهو كسر غير حقيقي هناك أكثر من طريقة لتحويل الكسور إلى كسور عشرية لكن عندما تعرفون الكسر العشري الذي يمثل الكسور واحد على خمسة وواحد على أربعة وواحد على إثنان تصبح عملية التحويل أسهل فإذا كنتم مثلا لا تعرفون أن واحد على خمسة تساوي صفر فاصلة إثنان تستغرقون وقتا أطول في التحويل عندها عليكم أن تستخدموا القسمة الطويلة كم خمسة في العدد ثلاثة؟ صفر ضعوا فاصل عشرية هنا اكتبوا صفر بجانب الثلاثة ثلاثين تقسيم خمسة يساوي ستة ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثين والباقي صفر لاحظوا أن الطريقة الأولى أسهل وتعطيكم فهما أفضل لعملية التحويل